في واحد من أهم الصروح التعليمية في جنوب المملكة التحديدة في منطقة عسير وهي جامعة الملك خالد التي تقدم الكثير من الجهود المختلفة سواء على مستوى الجهود التعليمية الجهود الاجتماعية وغيرها من التفاصيل المميزة التابعة لهذا الصرح الكبير اليوم نحن في واحدة من أهم الكليات في جامعة الملك خالد وهي كلية الصيدلة الكثير من الأعمال المختلفة التي تقدم تجاه المجتمع تجاه أيضا طلبتها وأيضاً تجاه الجانب العلمي بشكل عام للحديث أكثر حول هذه الكلية تفاصيلها وأيضاً ما يقدم من خلال هذه الكلية أسعد بنا أستضيف معي الدكتور يحياء المعوض وهو عميد كلية الصيدلة حياك الله دكتور أحنا سعيدين بالتواجد بينكم في هذا المعمل تحديداً التابع لكلية الصيدلة في البداية دكتور كلية الصيدلة وأعمالها خلينا نتعرف عليها أكثر أحناً حياكم الله وشكراً جزيلاً على الاستضافة وحيا الله الفريق الإخبارية في كليةكم كلية الصيدلة بجامعة ملك خالد حقيقة جامعة ملك خالد من أقدم الجامعات في المملكة العربية السعودية حيث تعد الثالثة أو الرابعة والتي انشأت امتداداً لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على مدى العصور على التعليم ودعم التعليم بكل أشكاله وخصوصاً التعليم الصيدلي لما له من أهمية واحتياج في المنطقة الجنوبية كلية الصيدلة من الكليات التطبيقية التي تقدم أو تساعد في تخريج صيادلة للقطاعين الخاص والعام وتقدم برامج البكالوريوس أو ما يسمى ببرنامج دكتور صيدلي وكذلك برامج دراسات عليا متوائمة ومتماشية مع الاستراتيجيات الوطنية كاستراتيجية الصناعة واستراتيجية التقنية الحيوية دكتور يعني ودي ناخذ جولة أيضاً في المكان وأيضاً زميل لمحمد يكون معنا نتكلم عن الجانب التعليمي تحديداً في جامعة الملك خالد تحديداً من خلال كلية الصيدلة ما هي الأدوار التعليمية التي تعملون عليها في الكلية تحديداً؟ حقيقة كأي مؤسسة تعليمية وبالأخص في كلية الصيدلة يتحتم علينا الاهتمام بالجانب النظري والمعرفة لدى الطالب وكذلك المجال التطبيقي وأكبر مثال على ذلك كما ترى الطلبة في أحد المعامل فالعملية التعليمية هي عبارة عن تهيئة الطالب هو العنصر الأساسي فيها نتحدث دكتور عن الجانب البحثي تحديداً بطبيعة الحال هو جزء مهم في الأعمال الصحية بشكل عام تحديداً فيما يخص كلية الصيدلة كيف تعملون على هذا الجانب سواء على مستوى عضاية التدريس أو أيضاً على مستوى طلبتكم؟ لله الحمد الكلية تزخر بالعديد من الباحثين الميزين في كثير من مجالات في مجال تصميم الأدوية وإنشاءها في مجال التيقض الدوائي في مجال السموم لدينا العديد من الباحثين الذين نعمل على تحفيزهم من خلالنا ككلية أو إدارة للكلية وكذلك من خلال عمادة البحث والدراسات العليا في الجامعة التي تسعى إلى تقديم المنح البحثية للباحثين في الكلية الذين يسعون إلى دراسة بعض المشاكل الصحية التي تحتاج إلى دراسة من قبل الباحثين والتي واجهها مجتمعنا في المحليين نتحدث أيضاً دكتور وهذا جزء أعتقد أيضاً بأنه مهم هو الجانب المجتمعي تحديداً كيف تعملون على هذا الجانب من خلال الكلية؟ طبعاً الكلية ترتكز على ثلاثة أشياء رئيسية المجال التعليمي وهو مجال أساسي وكذلك كما تحدثنا قبل قليل في المجال البحثي والمجال الأهم هو خدمة المجتمع وجودنا ككلية ليس فقط للمجال العلمي والبحثي وإنما لخدمة المجتمع لدى الكلية العديد من البرامج والحملات التوعوية في الأسواق التجارية وكذلك في تقدم محاضرات تثقيفية للمجتمع فيما يتعلق بالأدوية والطرق المثلى لاستخدامها في عدد من المناسبات كأسبوع السكري أو اليوم العالمي للضغط وكثير من الأمراض التي يحتاج كثير المجتمع إلى التثقيف من ناحية الدواء والطرق المثلى لاستخدامها هي جهود كبيرة نحن سعيدين بتواجدنا بينكم دكتور سعيدين بهذه المعامل وهذه الكوادر البشرية المميزة بطبيعة الحال جهود مباركة أيضاً اسمح لي أيضاً دكتور أن أخذ واحد من طلبتكم وهم جزء من هذه الدائرة الاتصالية المهمة شكراً لك دكتور شكراً لكم أيضاً نتواجد مع أحد الطلبة هو حاط مؤقت هنا أرى ما هي قصتها المؤقت تحديداً وما هي الأشياء التي تعمل عليها هياك الله خلينا تعرف عليك أولاً ريان عبد العزيز الشهري هياك الله ريان ما هي الأشياء التي تعمل عليها اليوم؟ نحن الآن نقيس تجربة الزوجة لدينا فلا السوائل الماء والكلوروفورم والإثانون عندنا هذا الجهاز يقيس لنا لزوجة كل سائل نضيف بالبيبت اللي هي الشي اسمها الماصة نضيف عليها الماصة من هنا لين يطلع للخط اللي فوق هذا أول ما يوصل للخط العلوي هذا اللي هو أبرلاين نبدأ نقيس من هنا هنا تبدأ نقدر نقطة القياس ونأخذ القياس من هنا من أعلى إلى الأسفل خليني أتكلم اليوم أنتو مو فقط تأخذون جوانب نظرية أيضاً تكونون في المعامل للتعلم بطبيعة الحال كيف استفدتوا من هذا الجانب؟ بالبداية كانت المعامل هي زي المعامل المساعد عندنا كأنك تأخذ مثلاً المواد النظرية وتأخذ المعلومات منها وتأخذ التطبيق في المعمل زي عندنا مثلاً مادة المايكرو المايكرولوجي مثلاً نأخذ الفيريولوجي والفيروسات نأخذها على الطريقة النظرية ثم نأخذ في المعمل على طريقة سليدات اللي هي الشرائح إذن أتمنى لكم التوفيق وأيضاً أرجع لك جوالك تحديداً وخليكم تستمتعون بهذا الجانب التعليم المميز شكراً لك الله يسعدك إذن نتحدث عن هذه الجهود المميزة من قبل جامعة ملك خالد اليوم نحن في كلية الصيدة تحديداً في أحد هذه المعامل المميزة التي تقدم جانب تعليمي بالإضافة إلى المقررات المختلفة هذا بطبيعة الحال ما جعلنا نتواجد في جامعة ملك خالد الحديث حول هذه الجهود التعليمية المجتمعية والاجتماعية بشكل عام وحتى أيضاً على مستوى التأثير المميز على طلبتها لإخراج طلبة مميزين للجانب المهني بطبيعة الحال وهذا ما جعلنا في الإخبارية نتحدث عن هذا الجزء المميز في الجوانب التعليمية في جنوب المملكة تحديداً في جامعة ملك خالد ترجمة نانسي قنقر